أوكي، هلو الله حبايب، مقطع اليوم عبارة عن مقطع الخمسمائة ألف؟ طبعاً، أدري المفروض اليوم أشكركم، ولكن صراحة ما أدري بأي طريقة لو أقدر أشكركم بها شيء اللي تقدموا ليه أنا مستحيل إن أي شخص تقدم ليه بالعالم وبنفس الوقت يا حبايب، كل تعب أنا قاعدة أتبه، سواء أنا قاعدة أسهر عمودكم ولا قاعدة أتعب فعلياً أنا كل حياتي عبارة عن يوتيوب، 24 ساعة، 24 ساعة، 24 ساعة قاعدة منتج أمد استخرج لكم هذول المقاطع اللي قاعدة تشوفوها، صحيح تتشوفون دقيقتين ثلاثة ولكن فعلياً كل مقطع ياخو من عندي في 6-7 ساعات شغل أوكي حبايب، بمعنى إحنا وصلنا إلى 5 سبيد ألف مشترك، حبيت أسوي مفاجأة؟ هذه المفاجأة هي إلكم وإليا وبنفس الوقت تخص شخص؟ هذه المفاجأة يا حبايب رح تنزلكم يوم الثاثة على الساعة بثمانية، شنه هي المفاجأة؟ أتوقع ما أدري إذا تعرفون ولكن هواي من مقاطع أو كم مقطع لي بالساعة، اذكرت بي أنه أنا أبويا متوفي الله يرحمه فهذه يا حبايب المفاجأة رح تكون تخص هذا الموضوع، واللي هو عبارة عن أغنية، رح أهدي الأبويا رح تنزلكم بيوم الثاثة على الساعة بثمانية وبنفس الوقت يا حبايب سرتي وبهم أبوها متوفي، طبعا الله يرحمه يا رب، رح يكون مهم شاركة وياي بالفيديو كليب، رح يكون عبارة عن فيديو كليب هذي مرة بوجهنا يعني مش هيكون فيديو كليب صور ولا أي شيء فهذا كل الفيديو كليب هم رح يجزلكم يوم الثاثة، أنا ويسار رح يكونوا مع بعض صراحة الشي اللي رح تسمعوه وشي اللي رح تشوفوه شي كلش خرافي شي كلش خارق، طالما يعدكم يا حبايب بس تتفجروه هذا مقطع باللايكات، عم تفرجوني حماسكم للفيديو كليب اللي رح ينزلكم يوم الثاثة الشي الحالين يا حبايب هو مانعني إنو ينزلكم هذا الفيديو كليب، واللي هو التهديد اللي قاعد يجيني، والمظر اللي قاعد يجيني من شبكة وطن المياه في يا حبايب شبكة وطن هي شبكة الآن لتشانت بيها حوالي 8 شهر، للأسف يا حبايب هاي أسوأ 8 شهر مرت بيها على قناتي، قبل هاي الشركة يا حبايب كلشي كان وضع زين، كلشي فعليا خرافي، بس دخلت هذي الشبكة يا حبايب كلشي تحول قناتي إلى شي سيء، ولكن أنا محب أشارككم بهذا الشيء، ولكن كل يوم فعليا أنا قاعد أتأذى، وكل يوم قاعد أضوج أو كل يوم قاعد نقهر من هذي الشركة اللي قاعد يسوي بيه بخلاف يا حبايب أن أساسي الأرباح ما قاعدت تجيني وبنسل الوقت أنا قاعد أشتغلي يعني كله ببلاش، ولكن صراحة هذا ما يهمني كلش لأنه يهمني أنه أتقدم لك شيء خرافي أنت تستمتعون به، صراحة الشيء قاعد يضرني يا حبايب أول شيء أنه قناتي منتاكل سترايك، هذي الشركة ما تدخل بيها، تعاملهم ويايا كل شوي يجون حذفوني فيديو، كشوي يحذفوني شغلة معينة، صراحة شوي يضروني بشكل مطبيعي، وحاليا اللي قاعد يصير يا حبايب أن أنه أنا طلعت من هذه الشركة، بس طلعت يا حبايب هما باقين بالقناة ما بدأ يطلعون، وبنسبة الوقت قاعد يحذفوني مرات فيديوهات، قاعد يهددوني أنه حذفوني فيديوهات، مرد شي منكم يا حبايب بس طلب واحد بسيط، هذه الشركة يا حبايب بعد حساب بالإنستغرام وقناة باليوتيوب، ربطكم إياها بالوصف طلب بسيط بس مردكم تسبوهم، بس رحوا قولونهم أنه خاشتاك حق فيهد الزين، سأولهم تاقات بالإنستغرام أردتكم تفجروه، الكوم وبنسبة الوقت، حابين بس أنه أخذ حق لمنعاتهم، عمونتقدر نزلكم هذه الأغنية، اللي رح تكون على أبويه، لا تزلكم يوم الثلاثة الساعة بثمانية، فهذا هو الطلب يا حبايب، وبس أقول لي يا حبايب أني واثق بقدراتكم أنه أنتم رح تخيبوا ونظني ورح تجيبوا ونحقي من هذه الشركة، وبس أحبكم، والختم يا حبايب أكون شغلتين حلوات، الشغلة هنا يا حبايب مثل ما تعطتم سارة تيوب اللي تشتغلوا بيايا، سويت لي مخطع بمناسبة الخيمة ميتة فإزاي نطلع منها، المقطع اللي رح أحط لكم يا شوفوه، مقطع شفوه يا كيوت شوفوه يا حبايب، وبنسل الوقت أكون بني اسمها فرح يا حبايب، ما شاء الله سويت لي فيلم وثاقة عن القناة، القناة الثانية نزلت لأن صراحة تستحق، فأتمنى يا حبايب تشوفون الفيديو ما سارة، بعد أن نشوفوه على القناة الثانية، وأي واحد حاب يا حبايب أن يسوي لي مقطع أو أي شيء، وخاصة على الأغنية بس تنزل أي واحد رح سوي الردة فعل، أو يسوي عليها تصميم، أو أي شيء نز نزل عندي إن شاء الله، فأحبكم وبس تشوفوا مقطع سارة مرحبا، أنا سارة، بما قطعنا لليوم حبيت بارك لأكتر حدا بتخانق معه، بس بنفس الوقت أكتر حدا بحبه يب، أكتر حدا بحبه فهد، بدي إليك مبروك على 500 ألف مشتري من مختلف الجنسيات ومختلف البلاد، مبروك يا بطل الحلو، مبروك يا قلبي، مبروك يا ملك اليوتيوب بحبك المهم خلينا نرجع لموضوعنا تتذكر لما عرفتك كان عندك حوالي 400 ألف مشتريك، وبخلال مسيرتك لوصولك لهيدا الرقم، نزلت حوالي 230 مقطع وكمان برحلة وصولك للخمسمائة ألف مشتريك، كسبت محبة أكتر من 300 فانز صراحة مش هيكو بس، بهالفترة تعرفت على أجمل بنت بالعالم يس، أجمل بنت بالعالم أنا بمزح كمان خلينا نرجع لموضوعنا وقال لك، يعطيك العافية على كل لحظة تعبت فيها وانفتحت القناة لهلأ ويعطيك العافية على كل لحظة صبرت فيها على تقلبات المشاهدات والمشتركين ويعطيك العافية على كل شي، بحبك كثير ومرة تانية مبروك على خمسمائة ألف لأجمل شب العالم ويعطيك العافية على تقلبات المشاهدات ويعطيك العافية على تقلبات المشاهدات